نصيحتي لنفسي ولك بعي اسمع كلامي جيدا لكي ترتبط بالله دوما فتجد أن هناك فرج يأتيك من حيث لا تسعر من هو الملك الذي قال عن نفسه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسل إلا الله جل جلاله لأن الله تعالى إذا وعد لا يخلف وعدا قطعه على نفسه أنت لديك جسد ولديك روح روحك خالدة لا تفنى هذه الروح سر من أسرار الله إذن أنت سر من أسرار الله عز وجل هذه الروح غذاؤها لا يعلمه إلا الله هذه الروح إذا صرحت وزكت حياتك تكون طيبة ولذلك لو أنا وقفت أمامكم الآن وقلت لكم أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله أنه قد حدث كذا وكذا ستصدقونني لأنني كررت اليمين ثلاث مرات فما بالكم إذن إذا كان الله جل جلاله يقول كلاما ويقسم عليه ستة أيمان متتالية ألا يستحق أن نصدق هذا اليمين أقسم الله فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها سبعة أيمان يقسم بها الله على ماذا كن هذا القسم يا رب قال قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه إذن الله يقسم لك أنك لن تفلح إلا إذا زكت نفسك فبماذا تزكو النفس هل تزكية النفس تباع تزكية النفس بذكر الله عز وجل إذن أول أهمية للذكر أن تعلم أن صلاح حالك بصلاح روحك وصلاح روحك لا يكون إلا بالدواء الذي قاله الله عز وجل ألا وهو تزكية النفس كيف تكون بالإكثار من الحسنات والإقلال من السيئات طيب الإيمان يزيد وينقص والإيمان يتعلق بالروح إذن هذا الإيمان ما الذي يزيدها الأعمال الصالحات ما هو أسهل عمل تجلب فيه الحسنات ذكر الله عز وجل أعطيك مثال إذا قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده زينة عرشه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده مداد كلماته سيصب في ميزان حسناتك عدد خلق الله حسنات من يحصي عدد خلق الله كم في البحر من سمكة وكم في السماء من ملك وكم في الأرض من دابة من يحصيهم كل هؤلاء بعددهم يصب في ميزانك حسنات أرأيت الذكر سهل عظيم الأجر لماذا قال عنا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون يعني آخر أمة الأولون يوم القيامة لماذا؟ لأننا نسبق الأمم بمثل هذه الأعمال أعمال يسيرة ذات أجور عظيم ثالثا اعلم يا كريم أنك أنت محتاج لله فلا تجعل ربنا ينساك لا تجعل ربنا ينساك كيف؟ اسمع إلى الله وهو يقول لك يقول أنا عند ظن عبد بي وأنا معه حيث ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه إذن ما دمت تذكر الله فإن الله يذكرك فإذا كان الله يذكرك الملائكة ستذكرك وسيسطر اسمك ويجلجل في السماوات ثم سيطرح لك الله القبول ما الدليل؟ يقول الله تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافلي حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث إذن هذا الذكر وهذا العمل يعظم ارتباطك بالله عز وجل ثالثا أو رابعا اعلم أن هذا الذكر سبب لنجاتك بإذن الله يوم القيامة انتبهوا لهذه النقطة يا أخو نحن أمامنا يوم القيامة مجموعة من المواقف التي تتدخل فيها حسناتنا نحن لن ندخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل لكن هناك مواقف ستحتاج فيها للعمل الصالح موقف الحساب أمام الله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستول العبد الذي يأتي بإيمان وحسنات وأعمال صالحات مقامه أعظم من الذي يأتي خاوي اليدين المقام الثاني الميزان ما الذي يوزن الذي توزن أنت وعملك فإن رجحت كفة العمل الصالح أبشر من الخير المقام الثالث مقام المرور على الصراط هل تعلم أن الصراط الدحض المزلة سوف تمر فوق النار هناك سوف يعطيك الله نور النور على قدر ماذا على قدر أعمالك الصالحة فكلما زادت كلما زاد وهجك ونورك ولذلك المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم مرادهم في ذلك الموقف أن يتمم الله له نوره أيضا هناك موقف آخر وهو موقف القنطرة التي بين الجنة والنار كل هذه المواقف أنت تحتاج فيها للحسنات ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه تعلمون من المفلس قالوا من لا درهم ولا دينار عنده يا رسول الله قال لا المفلس الذي يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وكثير من العمل لكنه يأتي وقد شتم هذا الآن ماذا يحدث حقوق تسدد وسفك دم هذا وأكل مال هذا وفعل وفعل ثم تأخذ من الحسنات وتوزع على خلق الله إذن أنت محتاج للعمل الصالح حتى ينفعك في تلك المواقف فاحذر يا أخي أن تزهد بهذه العبادات التي ترفع رصيدك عند الله عز وجل أنا أسألكم وأسعى النفسي معكم قبل خمس سنوات وأربعة أشهر وثلاثة أيام أتعلم أين كنت؟ أتعلم ماذا قلت؟ أتعلم ماذا كتبت؟ هل نسيت أن الله يقول إن كنا نستنسخوا ما كنتم تعملون؟ هل نسيت أن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ نحن ننسى وكل شيء مسجن ومن جدة عدل الله أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذن انتبه أنت محتاج للعمل الصالح فيا أيها الأحبة من هنا أوضح لك ولنفسي معك أهمية الذكر الذكر ليس فقط دعاء تدعو به ثم يحفظك الله في دلك الليلة لا هذا يعني ثواب لا لا الذكر أعظم الذكر يربطك بالله هذا مختصر الكلام الماضي ركزوا معي الذكر يربطك بالله فلا ينساك الله الذكر يعظم لك الأعمال الصالحات والحسنات الذكر يعينك على سداد الحقوق يوم القيامة الذكر يشرح صدرك ولذلك يقول جل جلاله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة والله لن ترى السعادة ولا الأنس ما دمت بعيد عن الله لا يمكن أصدقك وأكذب ربي الله الذي قالها تريد السعادة اتق الله اذكر الله لا تعرض عن ذكر الله أما إن أعرضت فلا تبحث عن السعادة أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الذكرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الذكر من فضل الله عز وجل علينا أن يسره الآن كل العبادات أحبتي محدودة يعني الصلاة لها أوقات ولا تزيد عن عدد معين من الركعات الصيام له وقت محدد الحج له وقت محدد أما الذكر فلا حد له الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لماذا؟ يا أن الله يحب أن يرحمك أعطاك هذا العمل اليسير ذا الأجر العظيم واعلم أيضا أن هذا الذكر فيه حفظ لك فيه صيانة لك مثلا لما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له البلك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقولها مئة مرة في كل صباح ولا تتركها انتبه احرص عليها أشد من حرصك على أكلك وشربك لأنها تحفظك ذلك اليوم من الشيطان بإذن الله تعالى تحميك من كل سحر من كل حسد من كل عين ونحن في زمن انتشر فيه الشر هذه لا والثانية تأتي يوم القيامة كأنك أعتقت عشر رقاب ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا قال من بني إسماعيل يعني كأنك أعتقت عشرة أحرار وأعظم العمل أن تعتق الحر فيعتقك الله مقابله من النار رأيت دقائق تقولها في الصباح فلا نبخل على أنفسنا بشيء يقربنا من ربنا وننتبه لا ننشغل عن ربنا يا إخوة أشغلتنا الدنيا أشغلتنا حتى في أحلامنا نحلم بها وقتنا كله دنيا 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 ثم ماذا؟ والله لن نبقى فيها يا أحبة سنرحل فلنرتبط بربنا لعل الله أن يجلي عنا الهموم هذه القلوب تصدأ كما قال عليه الصلاة والسلام وجلاء الصدأ ذكر الله هذه الحسنات التي تجلبها هي تمسح وتنظف سيئاتك الحسنات تذهبنا السيئات كما قال ثم بعد ذلك أنا أشبه الحسنات والسيئات مثل ثوبك الذي تلبسه فيه بقع هذه البقع فيه بقعة تحتاج إلى غسلة بسيطة وفيه بقعة تحتاج إلى غسلتين أو ثلاث وفيه بقعة تحتاج إلى عاشر غسلات هذا نحن ونحن هو ذنوبنا لكي ننظف الذنوب معنى كبيرة ومعنى صغائر ومعنى دخل عمل مختلط لما نكثر الحسنات ما الذي يحدث نمسح 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 فتصف نفوسنا وتصف حياتنا ونقترب من ربنا